مستمعيات كرام أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا نحو الهدف نحو أي وجهتنا؟ وجهتنا في هدفنا هي مصلحة مصر أولا وأخيرا وهذا هو الأساس والمفروض على كل مواطن في داخل مصر عنده ولاء لبلده إن يكون هدفه هو مصلحة مصر ولذلك عنوان البرنامج نحو الهدف فهدفنا مصلحة مصر مصلحة مصر في الانضباط مصلحة مصر في احترام القيادات مصلحة مصر في احترام شيخ أزهرنا مصلحة مصر في إن احنا لا نفعل الخطأ مصلحة مصر إن احنا نبحث جميعا عن أي شيء في صالح بلدنا وفي جوهر الأزهر الكريم وفي جوهر مشيخة الأزهر وإن احنا نحافظ على بلدنا لذلك بنقول دائما ان مجدنا اللي انا اتكلمت عليه قبل كده ومنزلتنا ومكانتنا تكون في توقرنا لكبرنا وفيه ان احنا نحتضن صغرنا وده هو اللي اتأسسنا عليه منذ القدم اجداد نعلمونا كده فهدفنا كلنا واحد ولا نختلف عليه من جيش على اي شيء صغير تافه ويكون مسألة خلافية ويفرقنا الاختلاف في الاراء المفروض الهدف منه الا يفسد للوض قضية فلنتعلم معا القيم فلنتعلم معا كل شيء في مصلحة مصر من ضمن مصالح مصر نلاقي بعض الناس الغير مثقفين الغير وعيين ينتقدوا قيادتنا ينتقدوا شيخ ازهرنا ينتقدوا معلمنا ضاعة القيم من هنا بنقول يا اخوانا فلترجعوا الى صوابكم الى مصلحة مصر مصلحة مصر في ان احنا ندافع عنها لان دي بلدنا بصوا كده لكل الدول اللي حوالينا علشان تعرفوا قيمة بلدنا الناس مشردين واللي استوعبهم هو المكان اللي احنا عادين فيه اللي هو وطننا اللي هي مصر فعشان كده يا اخوانا ارحموا نفسكم يرحمكم ربنا ارحموا نفسكم يرحمكم ربنا وقروا الكبير احتضنوا الصغير وده دينا والاديان كلها والكتب السماوية كلها بتحض على ذلك ومن هنا بنقول ان من ضمن هدفنا ان احنا نبحث دائما عن ما فيه مصلحة بلدنا يعني احنا بيقولوا الدراسة عندنا هتبقى يوم 17-10 فنبحث كلنا وندور كلنا هل استعدينا ولا ما استعدناش هل جهزنا ولا ما جهزناش هل ثقفنا الناس وقنا لهم يعملوا ايه وولدهم راحين اول يوم دراسة لحد ما ننهي اخر يوم في الدراسة بالحفاظ على ولادنا ازاي نحافظ عليهم انه يعمل ايه ونسوي ايه المفروض ده كله دور الاعلام زي ما ان احنا بنقول دلوقت في القناة المحترمة قناة الصحة والجمال ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش لبس الكمامة هل يا سليمي تتلبس ازاي هل التطهير يكون ازاي هل التباعد الاجتماعي يكون في قلب قلصات الفصول الدراسية يكون ازاي كل دي امور يجب علينا ان احنا ندرسها للناس ده هدف يبقى نحو الهدف الاتجاه لهدف معين هو مصلحة مصر في مستقبل مصر المتمثل في ولادها اللي هم حوالي 17-18 مليون اللي هم 17 عشرا اللي جاي يعني بعد قرابة شهر وعشرين يوم الطلبة دور راحين المدارس هل احنا كلنا امنا بدورنا زي ما احنا بنقول دلوقتي وزي ما احنا هنعمل وتلقى بعض والعديد من المداخلات بخصوص الاستعداد لازاي هندرس فيه اونلاين وفيه فيس توفيس يعني حضور في داخل المدرسة طيب حضور المدرسة هيكون ازاي والاونلاين هل المدارس استعدت ولا ما استعدتش طيب مدارس الحكومة هي الاساس لان عددها يفوق الخمسة حوالي 90% من العدد الطلبة ويه 10% في المدارس الخاصة وكنت بنادي قبل كده بقولهم يسروا على المدارس الخاصة عشان تسحب عدد من الطلبة اللي موجودين ونخف التكدس اللي موجود في مدارس الحكومة علشان الكلاص او الفصل ما يقبش فيه سبعين وتمانين تلميذ ده اللي احنا بنقول عليه لازم يكون هدفنا هدف ايجابي ونعززه نعزز الايجابيات ومنعززه ومنتكلمش عن السلبيات كتير ننتقدها ونتلاشاها علشان منقصلهاش عند شبابنا وعند اطفالنا ده المهم ده هو المهم وده اللي المفروض باسلوب طربوي وان احنا ندير اي موقف ادارة سليمة بش ندير المواقف بان احنا نعزز السلبيات ونهاجم الايجابيات لا ما ينفعش ما نعودش كل شواء نتكلم عن السلبيات لا السلبيات ننتقدها مرة واحدة ونعود نعزز في الايجابيات يعني يا جماعة خسلوا اديكم يا جماعة اعملوا التباعد يا جماعة بلاش التلامس يا جماعة ما نقربش من بعض كتير يكون بين الطالب والتاني يكون متر على الاقل كل ده لازم يكون موجود ويتحققوا المسئولين يسيبوا كراسيهم في الادارات والمدريات وفي الوزارة يسيبوا كراسيهم وينزلوا الى مواقع العمل الى المدارس الى المدارس علشان ارحموا شباب واطفال مصر يرحمكم الله ارحموا شباب واطفال مصر ومستقبل مصر يرحمكم الله يا مسئولين سيبوا الكراسي وينزلوا انزلوا الى الموقع العمل الحقيقي هو ده اللي احنا نتكلم فيه ويكون هدفنا هو ده نحو الهدف ده اللي البرنامج بيعززه ده اللي القناة بتقوم بدورها التوعوي البنائي الصح ده اللي احنا بنقول عليه نحو الهدف خد دائما انطلاقتك من عنوانك نحو الهدف نحو دي يعني الاتجاه اتجاهنا ايه لنا هدف ايه هو الهدف مصلحة بلد زي ما انا قلت في الاول ما نهاجمشي قيادتنا ما نشتمشي فيه قيادتنا ما نشتمشي فيه الناس المحترمين زي شيخ الازهر ازاي يبا احنا لنا كده بنحفظ على ديننا وبنحفظ على قيامنا ولا نشتم برضو البابا الكنيسة ما ينفعشي ما ينفعشي ارحموا مصر يرحمكم الله لان يا اخوانا زي ما انا كنت بقول في الحلقة السابقة اللي انا عملتها هنا برضو في نفس الستوديو في نفس القناة وقلنا انها مصر يا سادة مصر مصر اللي بتصدر القيم مصر اللي لها هدف سامي بتيجي على نفسها في مصلحة الاخرين لانها لها اهداف سامية انها مصر يا سادة فهدفنا لازم يكون فيه دور بنقوم بصح يكون دور ايجابي ونعززه مع بعض ونحط ايدينا في ايديهم بعض فيه حاجة ان احنا دائما بنقول ان ازا كان فيه التعليم بنقول انه هو فيه اهداف سلوكية شوفوا العنوان اللي قالوا علماء التربية اهداف سلوكية احنا الغرض من التعليم ايه ان احنا يكون عندنا مجموعة سلوكيات يكتسبها طلبنا وينزلوا بقى للشرق المصر ده معنى ان فيه اهداف سلوكية بيصغها المدرس في داخل الحصص بتاعته ويعلم السبعتاشر مليون اللي هما هيبدأوا يوم سبعتاشر عشر اللي جاي فالاهداف سلوكية يعني يعني علشان السلوك ده يكون موجود في الشرق المصر السلوك ده يكون فيهن موجود في الشارع المصر وهو ده الهدف فهل وعيتم الدرس يا سادة يا مدرسين هل وعيتم الدرس يا سادة قائمين على التعليم هل وعيتم الدرس يا سادة يا اولياء الامور هل وعيتم الدرس بان فيه سلوكيات بيلازم يكتسبها الطالب في داخل المدرسة وان احنا نعرفها تفضل يا فانديم اهلا وسهلا فيه اتصال معنا من سادة العميد مهندس كمال صديق اهلا بيك يا فانديم اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك اهلا وسهلا سادة العميد اهلا بيك اهلا دكتور حضرتك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك انا عرفت بان حضرتك خاص بالاي تي وبتدير الاي تي في مؤسسة كبيرة تعليمية فيها العديد يمكن حوالي 30 مدرسة وان انتوا عايز كويس جدا ان انت تكون موجود معنا علشان شوف كنت انا بتكلم دلوقتي من ضمن اهداف البرنامج ان احنا يكون لنا هدف سامي ان احنا هنعمل ايه الفترة اللي جاي في التعليم فحضرتك قول لي هل استعديتم الحمد لله هو المجموعة اللي بقى اشرف بالعمل فيها او من خلالها في الدعم في الاي تي او استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم مجموعة من المجموات الاجئمة والعريقة بالتعليم في مصر كانت سبقا جدا ومن فترة طويلة بدأت فعلا في استخدام ودمج التكنولوجيا في التعليم وباستعدادات كبيرة ومن زمان يعني من بداية عملها في بداية الالفين وفعلا المؤسسة والمدارس كلها مجهزة الالكتورينيا بحيث ان كل الفصول كانت براتة فعولية وفيها كبيرتة وفيها انترنت وار او بالكابل دي او بالواي فاي في كل الفصول والمدارس الحمد لله كنا مشتعزين وشغالين احنا اصلا اريد شغالين باستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم طوال الفترة اللي كانت بس لما زي جات مشكلة او جاياحة كورونا طبعا كان مشكلة كبيرة جدا بس الحمد لله احنا تقريبا كنا منول يوم مشتعزين كأننا كنا جاهزين للموضوع ده بدأنا في استخدام تكنولوجيا المعلومات للتعليم وبدأ البس فعلا الالكتروني لكل المناهج وكل المواد لكل الطلاب بطاعنا وعلى فكرة احنا كمان كانوا على الاستعداد ان احنا لكل المدارس او الحكومية او اي جهة اخرى كانت محتاجة تتعاون معنا احنا فعلا جاهزين لها وعندنا فريق دم تدريبه كويس او من المدرسين والفنيين على هذا الموضوع والحمد لله تم وبرضه احنا السنة الجاية بقى اكيد زاد كتير هتفضل افدل معاك واكيد في خلال السنة الجاية احنا بنعد دلوقتي لزيادة كمية الدمج خاصة اللي فعرفناه من الوزارة الربعة التعليم كمان هتستخدم من الاسلوب اللي هو الطالب مش هتحضر كل يوم هيبه في يومين او تلاتة في الاسبوع والباية هشتعل اونلاين احنا تقريبا زودنا بقى الامكانيات التكنولوجيا في المدارس وزودنا سرعات الانترنت وبدأنا نستعد جاهدين لده السنة الجاية لكل فصولنا لكل المراحل ايا كانت من الحضانة لحد السنوية العامة سيادة العميد المهندس كمال صديق حضرتك هل عندك معلومات خاصة بوزارة التربية والتعليم بان هما برضو عندهم شئ من الاستعداد ده موجودين وجهزين يوم 17-10 يكون فيه حتى لو نصكم 50% من اللي انتو بتعملوه بامكاناتكم لانتو مدارس خاص ومستعدين وعندكم الامكانات هل هم برضو عندهم شئ من الامكانات دي هو طبعا وزارة التربية والتعليم بانكانياتها ضخمة وبدأت فعلا وبدأوا اشتختموا اكتر من المنصة يعني بدأوا بالسلام منصة اصناها او دمودو جميل جدا ياريك ياريك واحداك عارف البنية التحتية دي مكلفة جدا بس كما جهودات مشتركة بين وزارة الصلاة والتكوزة المعلومات وزارة التربية والتعليم انهم يوصلوا بعادة كبير جدا من هذه المدارس بالانترنت واروايكم فورنا وربنا معاهم يعني انا عرفت برضو في جمع الداتا كده حضرتك واللي وصلني من معلومات بالاعداد بان انتم قمتم بدور في اثناء الاجازة والفترة اللي فات ديت قبل كورونا في الانشطة الخاصة بالنت والانترنت وتعليم الاطفال والحاجات دي وفي المدارس الحكومة كانتوا بتجبوهم عندكم يشتركوا في الانشطة دي ودخلوا وخدوا تدريبات واستخدموا معاملكم وهو ده اللي بنقول المشاركة المجتمعية وشيء محترم جدا ياريت يعمم وبقيت المؤسسات الخاصة زي مؤسساتكم كده اللي حضرتك بتدير فيها الاي تي والنت والامور دي يكون في نفس المشاركة دي فده يعني انا بقى احييك يعني بقى احيي المؤسسة بتاعتكم عليه الحمد الحمد لله طبعا المالك بتاع المؤسسة بتاعتنا فعلا من زمان هو داعم للتعلم المجتمع وداعم للفكرة انه بقى في مشاركة بين الخطاع الخاص والحكومي وفعلا ما عندش منع في اي وقت ان يتم تقديم هذا الدعم لأي مدارس حكومية وحصل فعلا في الفترة الفترة ان في عدد من المدارس اشتركوا في العديد من المسابقات وطبعا ما كانش عندهم الاتاحة الانترنت واتاحة التكنولوجي هو منافذي الكلام دا في عندنا في معاملنا وفي مدارسنا واحنا على استعداد تاعتين بناء على رغبة المالك للمؤسسة لرجل الفاضل ان احنا نقدم هذا الدعم لجميع المجتمع تردد قدامي كمال بيه وانا بجاهز لحلقتي كده اسم الاستاذة اللي كانت قائمة على العمل دا الاستاذة اسمها الاستاذة بسمة مجاهد على ما اظن ايوة فان اه وديكت الانشطة في المؤسسة عندنا تمام دا والله تشكر والله تشكر تشكر انها كان بتاخد مدارس الحكومة وتدمجهم مع المدارس الخاصة وانت قلتلي ان انتوا عندوكم في حدود تلاتين مدارسة فكانوا عامل قامت بدور كويس جدا دا حاجة محترمة ياريت كل المدارس الخاصة تقوم بالدور دا دا شيء محترم احيان فعلا وهي صبخة الموضوع دا الاستاذة بسمة خاصة انها خبرات عالية جدا في دمج التكنولوجيشة في التعليم زي الروبوت وزي وباية الانشطة التربوية العلمية هي بتجيك في هذا المجال انها تنزت الكلام دا في مدرسنا وبتنفزه فعلا مع اي مدرسة بتطو بالتعاون معها غالب بتنفز الكلام ما شاء الله ما شاء الله هو دا الدور المجتمع المحترم اللي مفروض مؤسساتنا الخاصة تقوم بدور وادعم المدارس الحكومية لان برضو المجهود زي ما انت قلتلي خمسين الف مدرس فالدولة هتقوم بايه ولا بايه فلازم يكون فيه دور للمدارس الخاصة فانتوا مشكورين ويعني بصراحة قطر خيركم وجهد تشكروا عليه وعاوزين اكتر واكتر والامور دي كلها بتصب بهدف واحد مصر ومصلحة مصر فقطر خيركم ومنشكرك سيادة العميد مهندس كمال بيصديق على مجهودك وعلى مشاركتك معانا النهاردة وان انت برضو نورتنا ودتننا اضاءة للمدارس الخاصة واللي بتقوم به مع مدارس الحكومة وده شيء جاي جدا قطر الف خيرك متشاكل جدا سيادة العميد شكرا شكرا دكتور تحياتي حبيبي تسلم تسلم تفضل فانت شكرا ربنا بارك والله ده مثال جاي جدا موجود في داخل المجتمع الراجل عميد مهندس يعني ابن القوات المسلحة وبعض ما ساب القوات المسلحة بيعمل في المجال الخاص قايم بدور ودور قيم جدا 30 مدرسة لما تاخد كل مدرسة مدرستين 3 من مدرسة خاصة وتدربهم وتقومهم ويقفوا على رجلهم ده شيء قيم جدا وهم لما يقوموا بدور في داخل المجتمع حاجة كويسة جدا ياريت لو احنا عندنا 20 الف مدرسة خاصة يقوموا بنفس الدور خلص احنا هنساعد كده الدولة هنساعد ويبقى الهدف كده هدف في حاجة ايجابية لمصر وده اللي احنا بندور عليه وده اللي بيقوم به البرنامج وده اللي بتقوم بالقناة في دور توعوي محترم يبصر المجتمع بالاشياء المضئة اللي موجودة فيه ده شيء تناولناه وتكلمنا فيه طيب لو احنا المفروض انه هيبقى فيه ضيف معايا هنتكلم عن حاجة اسمها السياحة الصحية كنا احنا دايما بنقول عليه السياحة الالاجية ولكن هو غير المفهوم ده وانا في انتظاره لما يوصل قال لنا لا يا اخوانا ده اسمها السياحة الصحية ومصر تمتلك قيمة كبيرة جدا قوة كبيرة جدا اقتصادية لو استغلناها يقولك ان الاردن فيها نسبة واحد في المية من الاماكن السياحية الصحية اللي بتقوم بالعلاج في داخل مصر مية ضعف اللي موجودة في الاردن الا ان الاردن داخلاء القوم من الموضوع ده مليارات تب ازاي اخوانا احنا ما نستغلش بقى ده اللي ان شاء الله وقت ما هو يوصل هاستضيفه ويكون موجود معايا ويعمل لنا اضاءة ايضا بما فيه مصلحة مصر الهدف بتاعنا ان احنا نحط ايدينا على الاشياء الايجابية علشان نعمل بها اضاءة في داخل مصر لان ده يهمنا لان مصر دي مصر ملكنا كلنا مصر مستقبل ولدنا الحاجات اللي احنا بنعمل لها اضاءة دي هي اللي اصلا هتكون قاعدة لامتداد للأسر بتاعتنا في ولدنا واولاد اولادنا فلازم نكون بش بصين تحت اقدامنا نكون بصين على مد البصر على مد الافق اللي احنا بصين فيه ان احنا منبصش تحت اقدامنا وده اللي يهمنا ما فيش حد يدور على مصلحته ما حدش يدور على مصلحته لان انتوا عارفين ان المجتمع ليس قائما على فرط وليس قائما على اسر واحد ولكن قائم على الاسر اللي بتكون شارع والاسر اللي بتكون شارع لما شارع مع شارع بيكونه حي والحي مع حي بيكونه مدينة والمدينة مع مدينة بيكونه محافظة والمحافظة مع محافظة بيكونه البلد فالموضوع متشابك والقرية بتخدم المدينة والمدينة هي اللي بتضيء وتنير للقرية فالموضوع متشابك ومتماسك وما نقدرش ان احنا نفصل عن بعضه انها مصر يا سادة لان مصر دي غالية علينا كلنا وما افتكرش ان في حد فيها يقول كلام غالي اللي انا بقوله دلوقتي وما يحترمش قيادتنا وما يحترمش شيخ ازهرنا وفي نفس الوقت برضو انا لي حاجة انا دايما لما بكون نحو الهدف عايزين نقول من ضمن اهدفنا ايه اللي انا شفته ومش عاجبني وايه اللي انا شفته وعاجبني الاجابي والسلبي انت ليه يا مواطن تمشي عكس الطريق وفي اماكن اماكن المفروض انها رقية قوي المفروض انها رقية جدا ده انا بشوفه يا اخوانا يوميا في المكان اللي انا ساكن فيه في الشيخ زايد يوميا الناس بتمشي عكس الطريق بس انا بقى بقى اعيب انا جاءوا الدم من المروض بعيب عليهم ان المفروض ياخدوا مخالفات للناس ديات ويقفوهم لان الصح بان احنا نعمل القانون يبقى الاضاءة متمثلة في اعمال القانون الاضاءة متمثلة في اعمال القانون اخرجوا وسيبوا المكاتب يا رجال المرور علشان ما تحصلش كوارث في الشارع المصري ومشي القانون على الكبير قبل الصغير لإيه لانها مصر لانها مصر وانا جاي حد غلبان كده قال لي انت لدم لبس وكده ويبقى انت رايح عندك حاجة في التلفزيون قلت له اه وصاني وصية قال لي ايه قال لي من يوم ما اتنقلت المية لأجهزة المدن في المدن الجديدة وهم ما بيجوش لا يقروا عدداتهم ويقولوا العددات عطلانة وبيربطوا عليهم فلوس كتيرة والعددات شغالة فوصانا اقول يا رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر يا رئيس جهاز مدينة العاشر يا رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد اللي الرجل كلمنا عليها كانت من الشيخ زايد خلي الناس تنزل وملاش يعودوا في مكاتبهم ويضروا الناس الغلابة اللي هم مش لقين لان ده حرام وهيتحسبوا ما تخليش الناس الموظفين اللي عندك تسيء لأجهزة المدن العمرانية الجديدة ليه؟ لان دي مصلحة الناس ولو ما عملناش لمصلحة الناس يبقى احنا هنا مقصرين في حق مصر وإحنا كل يوم شايفين الأجهزة الرقابية أبضت على سين وصاد كل يوم بنقرأ كل يوم بنقرأ وبيعزلوا الناس برضو نعمل إضاءة على حاجة شفناها وتشالت وكنا تكلمنا فيها ولما احنا ليها لما تيجي تعالج خطأ موجود في الشارع ما تعالجوش بخطأ تاني ممسكش الحاجة بتاع البائع اللي موجود ورمها في الشارع وبحترى وهو غلبان مش لاقي لا أنا نفذ القانون بس لا ضرر ولا ضرار أمنعه من الأول خالص بس ما خدش الحاجة بتاعته ورمها له في الشارع وبوازها هو أصلا يمكن سالف فلوسها يمكن سالف فلوسها ما تعملش الخطأ والدوية وتصلحوا بخطأ آخر ده غلط ده غلط يبه هدفنا إن أريدوا إلا إصلاحا لازم تصلحوا من أنفسكم ياللي بتديروا المواقف في داخل الشارع المصري لا تسيئوا إلى مصر لا تسيئوا إلى الناس لأن الناس دي جات من كلمة إنسان وليه احتراموا ولقد قرمنا بني آدم ربنا قرموا ما جيش انت تهينوا ما جيش انت تهينوا تخليه يبكي علشان فلوس اللي ترمت في الشارع لأنه وسلفها ودقوته وقوت عياله ده هدف من الأهداف اللي المفروض نعمل عليها إضاءة ونقول لا اطفي هنا وقفل ما تعملش دي وهنا عزز دي وعملها ده الصح ده الصح فتاخدوا بالكم لإن أصلا محدش هيرحمكم لما تعملوا الغلط والناس مش هترحمكم وهينتقدوكم يا مسؤولين ياللي موودين في أجهزة المدن وأجهزة المحليات وما أقصر أخطأكم احنا مش عايزين الخطأ احنا عايزين كلنا نبقى بنحب بلدنا وبنعمل الصح لبلدنا ليه؟ لأن مصر دي ما تستهلش مننا غير إن احنا نعمل اللي علينا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ده الصح ده الصح ربنا هيشوفنا ومطلع ولازم بقى تتطقي الله تتطقي الله دي معناها إيه الطقوة؟ الخوف في السر قبل العالم إنك تخاف بأنك ومن نفسك من ربنا اللي أنه مطلع عليك مطلع عليك قبل ما الناس تطلع عليك لأنه بيعلم ما يوجد في أسارير نفسك في قلبك في جوارحك ربنا لأنه هو اللي خلقك فتتطقي ربنا يعني تخافه تتطقي ربنا يعني تخافه وتعمل ليه حساب وربنا وقت الحساب مش هيرحمك مش هيرحم اللي أخطأ في حقق الآخرين اللي أهمل في عمله وفي وظيفته فكلنا لازم نحنتحاسب فمن هنا اعملوا حسابكم من هنا اعملوا حسابكم لأن ربنا سبحانه وتعالى مش هيرحمكم وفي نفس التوقيت رضا العبد من رضا الرب رضا العبد من رضا الرب بس إيه بقى العبد ما اجتمعوا الناس كلهم على شيء منافي لقول ربنا لازم الناس بتجتمع على الحق وتجتمعش على الضلال ما تجتمعش على الضلال من ضمن الحاجات اللي ما عجبتنيش في الميديا الفترة اللي فاتت ما ده برضو هدف لازم نتناوله أحد الإعلاميين انتقد الأزهر وشيخ الأزهر وغلط فيه يؤموا الناس هو طبعا مخطئ وستين مخطئ ويتحاسب وبالقانون بس ما جيش تجتموا بأبوه وأمه وتقول أمه كذا وأبوه كذا وأنا واحد من الناس عرف أبوه وأمه ناس في منتهى لاحترام الله يرحمهم لاتنين وقاله ده والد أمه كانت رقاصة وأقول لا أمه ما كانتش رقاصة وأمه بإنتناس محترمين وست محجبة طول عمرها وبإنتناس وأنا عرفه وأعرف أهله والده من ضمن الناس اللي علمتنا في المدارس فيا جماعة حرام لأن نشر الفاحشة والقول الخطأ أنت هتتحاسب عليه هو يتحاسب بالقانون يتسجن إنما ما نسفيش بأهله وناس أموات وتحت الطراب وراح عند الخالق راحوا در الحق شفتها ده حزت في نفسيتي ما نعملش الخطأ بخطأ في الميديا ما ينفعش ما ينفعش بدون ذكر أسماء وأكيد الناس كلها عارف أنا بتكلم عن مين ما ينفعش حرام أنا بقول لكم أنا أعرفهم ناس فوق الاحترام وفوق الأدب ومقصالين ومفيش بعد كده أنا واحد من ناس تلمزت على إيد أبو ما تجيش تقولوا عليهم كلام مش كويس أهلا وسهل أهلا وسهل أهلا وسهل مسهل خير مسهل خير أهلا بيك أهلا بيك أبو حسام أهلا وسهل من الأردن الشقير أهلا بيك يا أهلا بيك أهلا وسهلا والله أنا بضيّرات فلأيتك مشغال والله إني معقب بكلامك أوي يا أستاذ والله بارك الله فيك أهلي الأردن أهلا وسهلا والله كلامك تمام التمام والله جزا حضرتك اهلا بيك اهلا وسهلا منورنا باتصالك الله يكرمك الله يبارك لك اسم ما عليك ايه يا دكتور نعم اتفضل افن اقول لحضرتك اسم ما عليك ايه انا اسمي اسمي رأفة عمران انا 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 معجب خاص بكلام حضرتك ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك ياريت وقت التلفزيون علشان تسمعني مباشرة ما باش فيه فاصل اي حاول تتصل بينا تاني يا فندم حاول تتصل بينا اهلا باهل الاردن يعني احنا في انتظار اتصالك تاني اهلا وسهلا لعندنا بالنسبة للفترة اللي جاية دي بعض المشاكل اللي كانت موجودة في طريقها للحل زي حكاية المية بتاعت اسيوبي بالسياسة وبالحنكة السياسية للقيادة السياسية في داخل مصر اه اجتمعوا الوزراء وزراء الراي التلاتة المصري والاسيوبي والسوداني وافترقهم للحل وده شيء جاية جدا احنا ناس لابتوح حرب احنا دعاة سلامة للعمر ولكن واحنا اقوية لان اللي عاوز يحافظ على السلام بتاعه لازم يكون عنده قوة احنا اقوية والحمد لله بس لا نستخدم قوتنا في الاعتداء على احد زي ما قيادتنا السياسية طور عمرها بتقول وبتعمل فده شيء طيب واحنا ده حاجة تفرحنا وده اضاءة يتخلينا نرفع القبعة وندعمل تعظيم سلام لقيادتنا السياسية ونقول بان احنا عندنا قيادة سياسية ومجموعة وزراء اللي بتشتغل في المجال ده وفي الموضوع المية مجموعة محترمة والقيادة السياسية العليا ممثلة في سيادة الرئيس ايدوا معاهم لحظة بلحظة وعنية معاهم لحظة بلحظة ومش سايبهم يا اهلا وسهلا في المقلمة من الفيوم يا اهلا وسهلا مو اعلم الو حضرتك السلام عليكم عليكم السلام تعيد جدا بمتابعة حضرتك ومشاركتي مع حضرتك بالبرنامج يا اهلا بيك يا اهلا وسهلا انا اسعد يا فندم يا اهلا وسهلا والله انا يمكن لي رسالة بعيدة شوية عن هدف البرنامج او اذا كانت اه يعني في هدف البرنامج تمام اتمنى من القوى السياسية في مصر تمام اتمنى من القوى السياسية في مصر ان هي تختار اختيارات معبرة عن رأي الشارع وعن رأي المواطن البسيط لان حاليا دلوقتي الاحزاب بتقسط ترطى على رجال الاعمال واللي بينفسهم بعض الطيارات الدينية فياريت يا عايزين اللي دا ولا دا عايزين نتمعبرة عن الشارع بس والله انا بحترم كلامك وانت اسبت كبد الحقيقة والمفروض الناس تنزل وتكون ايجابية وتختار هي وترشح هي المسألة بتاعت الناس اللي هي بتتصابق علشان تمسك مواقع كيادية ورياسية في المجالس النيابية وكلام دا الناس دي لو تعرف التبع والمسئولية من الناحية الشرعية ومن ناحية الدين لا تبتعد عن ذلك ازاي المبدأ الذي يقول كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته وفي نفس التوقيت اللي هو بيمسك حاجة ويبع مسؤول عنها هيتسئل عن كل صغيرة وكبيرة فاكرين لما كان سيدنا عمر بن الخطاب بيعس اي بيسير ليلا في المدينة اللي كي يتفقد احوال المسلمين ووجد اطفال والدتهم عملة القدر وبتغلي مية علشان توهمهم ويناموا لانه ما عنداش حاجة فقال لا انت بيسايبها الاطفال ليه وبينهارها قالت له انا ما معناك كده منه اللي لا عمر بن الخطاب اللي هو قال ليه هنطلع فاصل بسيط وفي الوقت ونعود مرة ثانية لكي اكمل لكم ما احكيه عن سيدنا عمر بن الخطاب فاصل ونواصل اهلا بكم مرة ثانية عدنا اليكم كنت بتكلم عن التابعة والمسئولية اللي المفروض الناس يساقوا الى المراكز القيادية ويروحوا غزب عنهم عن طريق الاخرين بش عن طريق انهم يسعوا اليها وزي ما كان الاتصال اللي كان موجود من شوية سيدنا عمر بن الخطاب والحكاية دي كل الناس تعرفها كان يعز في داخل المدينة فوجد اطفال جياع والدتهم مولع المي على قدر وبتوهمهم بانها بتعمل اكل علشان يناموا فقال له انت ليه بتعملي كده فيهم يعني فقالت له اعمر بن الخطاب ما معناه سيحاسب قدام ربنا انه سيبنا فما هي امتعرفش اعمر بن الخطاب لانه كانش في وسائل ميديا ولا قنوات ولا تلفزيون ولا حاجات زي كده فخب بعض وطلع على بيت مال المسلمين وحكى للناس وقام فتح الباب وخد اجوال الدقيق والحاجات اللي هيستخدمها في القمح والحاجات ديات والراجل بيقول له اشيل عنك يا امير المؤمن تعرفين مين امير المؤمنين اللي هو يحكم كل الدول الاسلامية في ذلك الوقت مش دولة لا كل الدول الاسلامية فقال له ثكالتك امك اي فقدتك امك اتحمل عني وزري يوم القيامة هتشيد الاخطاء بتاعتي وهتتحسب بالنيابة عني قدام ربينا يوم القيامة وشال الحاجة وراح ودها للست فشفتوا الناس كانت بيتخاف ازاي شفتوا الناس كانت بيتخاف ازاي فالناس اللي هي بتسعى علشان عضوية مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ يا جماعة ما تسعوش لانك انت هتبقى مسؤول عن دايرتك من الالف للياء عن المخابس دي اشتغلت ولا لا انا قصت الدي ايه ولا لا ولا بعيته ولا سرقت ولا عملت ولا نظف الشارع ولا ما نظفش الشارع والمية قطعت ولا ما قطعتش الكهرباء والخلاف فالحساب هيبقى ثقيل الحساب هيبقى ثقيل ودي برضو هدف اللي احنا بنضيقه في برنامجنا ردا على الاخ اللي كان بيتصل من الفيوم فانت محق وانتو الناس بقى لها دور انها ما تنتخبش غير الصالح اللي هتشوفه انه هو صالح وينفع انه هو يخدمهم دا دور ننزل كلنا علشان ان يكون ايجابيين ما يكونش رد فعلنا ما احنا عندنا ردين اتنين في الفعل رد فعل ايجابي ورد فعل سلبي رد الفعل الاجابية ان احنا نقول للصح صح ونقول للغلط خلط بش ان احنا نقاطع دا رد فعل سلبي احنا نقاطع دا اسم رد الفعل السلبي بتاع الضعيف واحنا مش ضعاف احنا اقوية والمفروض يكون لنا رأى واحنا شعب غريستو مثقف وواعي وفي نفس التوقيت بيفهم في السياسة بيفهم في السياسة وانتو عارفين طبعا انه هو بيفهم في السياسة بدليل انه هو لما ثار وفي نفس الوقت لما جيه ناس يحكمونا ما عجبوهش امطال عليهم ما كملوش سنة وامايم عليهم وشلهم ده شعب مصر ده شعب مصر احنا شعب قوي وشعب محترم وزوينا اي اهلين كلنا لهم كل الاحترام وكل التقدير والناس برضو المفروض انه هما يحط في زينهم انه هما المسئولين هيتحسبوا قدام ربنا قدام ربنا وشايفين الرقابة الادارية ما ببطلش وبتقوم بدورها وما بتسكتش وبتمسك كل يوم بنلاقي حادثة موجودة وظهرة في قلب الجرائض اليومية وفي الصحافة وفي الاعلام وفي القنوات الفضائية واخلافه فلان اتقبض عليه واخد رشوة في حتة والاسبوع اللي فيها كان في حي دار السلام الاسبوع ده كان في يامة مرسى مطروح وش عارف ايه طيب يعني الناس مش نايمة وحقوق الناس بيتم الحفاظ عليها وما فيش حد هيسكت بس احنا نصبر وفي نفس الوقت احنا لما نلاقي حاجة غلط نبلغ ما نسكتش دي برضو اضاءة لازم ان انت تبلغ لما تلاقي فيه غلط لازم تبلغ لازم تبلغ طيب انت يا انسان لما تلاقي الغلط انت ماشي في الشارع والقيت غلط انا ما بقولكش روح غير الغلط ده بايديك لانك لست ولي الامر عشان ما تشتبكش مع الاخرين طب نعمل ايه بقولك المؤمن كايس فاطن الكياسة والفطنة اي الزكاء اروح للمسؤولين ابلغ اصور واروح للمسؤولين ابلغوا وقلهم انا شوفت الحاجة ده في الحاجة شوف تلفون واتصل تصل بين ناك الده بالاخر لما تلاقي ناس ماشية بالعكس في الطريق لما تلاقي فيها ناس بترمي بن في القمامة لما تلاقي ناس مسكى المية للناس الحروب كلها تقوم عليها وعملين وروسisième Saskii سلوق مشين بش كويس تروحوا وتقولوا وتشوفوا تروحوا وتقولوا وتشوفوا متسكتوش بس يا ما تروحش إنت بقا اللي تعمل ما تروحش إنت اللي تعمل بأيديك ليه ما مينفحش لأنك إنت لست ولي الأمر لأنك إنت بش إنت المسؤول ما ينفعش فمن هنا بنقول لازم من الكياسة والفطنة إزاي نتصرف في الأمور اللي إحنا بنحط فيها في داخل الشارع المصري في داخل الشارع المصري من باب برضو الإضاءات اللي موجودة في مجتمعنا ولازم نركز عليها يا أخي الفاضل أنت وهو لا تتعالى على ما يخدمك في الشارع المصري الرجل اللي هو بتاع القمامة ده الزبال اللي مقولوا عليه الزبال لو لا هو لكن في قمة القذرات اللي في الدنيا كانت تطيبهم حطة بينا وإحنا هنبقى زيهم زي القذرات دي وبعدين بقى في حاجة لازم نعترف بقى مع بعض دلوقت مش كان من الممكن إن أنا نكون مكانه وهو مكاني اتعامل مع الآخرين من هذا المنطلق اتعامل مع الآخرين من هذا المنطلق أنت موجود بتشرب حاجة في مكان لا تتعالى على الآخر ده إضاءة برضو يا أخوانا ده هدف هدف توعوي المفروض نبقى عاملينه وعملين له حساب إن ربنا بيختبرنا بما أعطانا إياه من نعم ممكن تزال في لحظة وأنتو بتعلمونا ذلك زي قارون وإحنا كنا أجدع من قارون وكم من غني ضعت كل صروته دايما اتعامل وحط قدامك كده هدف إنك أنت كان ممكن تكون مكان فلان ده حتى في قضاء حوائج الناس لا تتعالى على جامع القمامة بلاش كلمة زبال دي الصح إنه عامل القمامة لا تتعامل عامل المفير اللي بيخدمك وإنت موجود في قفية من القفهات ولا بيقدم لك أكله ولا بينظف التربيز اللي تقعد عليها تتعامل معا إن انت كان ممكن تكون في مكانه أنا واحد من الناس بعمل حساب لدي إن ربنا حطيني في المكان ده بيختبرني كل شوي فبتتعامل مع الناس بيتعامل معهم على أساس إن أنا ربنا وجد جدني فينا وهو وجده فينا وبنخدم بعض والخدمة متبادلة عشان ربنا يكرمك عشان ربنا يكرمك والكلام ده للكل الكبير قبل الصغير الكبير قبل الصغير وسلام بقى على جبران الخاطر إنك إنت تجبر بخاطر الغلبان تجبر خاطر العمل اللي أنا بقولك عليه ده الضعيف الفقير اللي هو اللي بيعتبر إنه هو خدام عندك زي ما حط في زهنه لا ما تحسنوش الإحساس ده خالص لازم تعرفه بإنه زي أخوك لازم تطبطب عليه زي ما بيقول كده نحن نطبطب على اليتيم هو هو جبران الخاطر ده عند ربنا كبير أوي 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 وتلاقي دايماً اللي هو بيجبر بخاطر الأخرين ولا يتعالى عليهم لأنه كلنا إلى زوال وكلنا مقلنا إلى التراب وكلنا هنروح في نفس اللحد وكلنا جايين ولا التسعة وكلنا هنتحاسب وكلنا مفيش حد لا خير بين عربي وعجمي إلا بالطقوة والعمل الصالح الطقوة الخف منه في السر والعلم وإنه هو نخافه يعني في السر وفي العلم والعمل الصالح اللي إحنا بنتكلم عليه داته فخدوا بالكم ودي إضاءة برضه بنحط ليت عليها كده دور توعوي للقناة وللبرنامج خدوا بالكم لأن انتوا أصلا هتتحسبوا لا تتعالى لأنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طوله تمشيش كده بتفتخر بنفسك لا ليه بتاع ايه بتاع ايه بتاع ايه ما ينفعش ما ينفعش بسمع كده بعض الحاجات من الناس فلان بيكلموا ويقولوا انت انت شعرف انت بتكلم مين بتكلم مين يعني بتكلم مين خلقتي من طراب وإلى طراب ايه يعني ده احنا كلنا صور يعني انا عايز اوصي نفسي واوصيكم قبل منه حلقتي بان احنا نحط مصر دي في قلبنا وفي عقلنا ونصب عينينا واللي يقدر يعمل حاجة في خدنة دلد ويعملها وان احنا نتواضع لله علشان ربنا يرفعنا وان احنا نحافظ على القيم والعادات والتقاليد اللي قال عليها الكتب السماوية اللي قالت عليها لنا كلنا سواء كان مسلمين ولا مسيحيين التوقير الكبير وان احنا نحن على الصغير كل دي اخوانا وماطة الازعى من الطريق كل دي اخوانا هي دي تعاليم الدين او تعاليم الكتب السماوية فاياكم اياكم ان تتناسوا باننا البلد دي هي اللي حفظانا وان احنا مناش غين عن بعض وان احنا كلنا محتاجين لبعض محدش هيعيش لوحده لان ربنا سبحانه وتعالى جعله خلقنا شعوبا وقبائل علشان نتعارف ونتشابك ونبقى كويسين مع بعض انا بأحيي مستمعية ومشاهدية الكرام وبقولهم الى ان نلتقي ربنا يحفظ بلدنا ويحفظنا ويصنى من كل الاوبئة ويرعانا برعايته سبحانه وتعالى جل شأنه احييكم والى لقاء قادم ان شاء الله مع خالص تحياتي وتقديري اعدمتم بخير شكرا لكم جميعا اشكركم